كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد انطلاق الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنصيقية التابعة للاتحاد الأفريقي التي تصطديفها العاصمة الكينية النايروبي تحت شراء تحت شعار تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتعد القمة هي المنتدى الرئيسية للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لمواءمة عملهم وتنسيق تنفيذ أجنتة التكامل القري لتحل محل قمم يونيو يوليو